سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المشاهدين إنه العام 1919 وبالتحديد يوم 28 يونيوم المكان باريس فرنسا وبالتحديد في قاعة المرايا في قصر فرساي المهيب اللي أنشأه الدكتاتور الفرنسي الملك لويسن 14 الحدث مؤتمر باريس للسلام وتوقيع معاهدة ما بين دول الحلفاء وألمانيا وهي المعروفة بمعاهدة فرساي المعاهدة اللي هي تجعل ألمانيا دولة مهزومة في الحرب العالمية الأولى والمسؤول الأول عن الضمار والخراب والقتلة اللي حصلوا أثناء الحرب أنصحك وبشدة تسمع الحلقة اللي عملناها عن معاهدة فرساي علشان تنتهي رسميا الحرب العالمية الأولى بانتصار دول الحلفاء المتمثلين في إنجلترا وفرنسا وأمريكا وبخسارة ألمانيا وأول ما الشعب الألماني يسمع الأخبار دي أخبار يعني إن ألمانيا اللي تهزمت في الحرب يخش في حالة من الزهول إزاي؟ إزاي الحكومة الألمانية توافق إنها تمضي على معاهدة مزلة زي كده وبعدين تمضي على معاهدات ليه أصلا ده إحنا اللي كسبانين في الحرب وأكبرنا روسيا على الانسحاب من ضدنا وكننا على وشك صحق دول الحلفاء ومعانا موارد ومعدات واسلح وجيش واقتصاد قوي يبقى ليه نمضي على المعاهدة؟ ليه ننسحب؟ كل الكلام اللي فات ده كان هو الكلام اللي بيدور في أزهان كل مواطن ألماني عاش لحظة الانسحاب من الحرب وده طعم الهزيمة المزلة ولكن هل الكلام ده كله صحيح؟ يعني هل فعلا ألمانيا في آخر الحرب العالمية الأولى كان معاها أسلحة وموارد وكانت متفاوقة على عدائها في الحرب؟ هل فعلا ألمانيا كانت منتصرة؟ الحقيقة لا قال له وما للشعب العلماني جاب الكلام ده كله منين؟ جاب إحساس النصر ده كله من فان؟ الحرب العالمية الأولى كانت حرب دموية وشرسة مات فيها أكتر من 30 مليون إنسان والجيوش المتحربة كلها سواء حلفاء أو محور بدأوا يعانوا من نقص في الجنود فيه إحصائيات بتقول إن دولة زي ألمانيا مات منها 2 مليون جندي عرف يعني إيه جيش يموت منه 2 مليون بلي آدم ده فيه جيوش حاليا مش معها 2 مليون جندي ده غير القتلى والجرحة والوفيات اللي حصلت في المدنيين المدنيين اللي المفروض أصلا يتجندوا علشان يعوضوا القتلى اللي في الجيش وبالتالي حصل عجز كبير في صفوف الجيش الألماني مش لقيين جنود علشان يحربوا فكان لازم يحصل تعويض لكل الخسائر البشرية ومن هنا ييجي دور الدعاية والبروباجندا ألمانيا كانت بتنشر في الجرائد والإزاعة إنها كانت نزلة دعك في دور الحلفاء لأمريكا ولا فرنسا ولا إنجلترا أدريني يوقفوها بدليل إنها أجبرت روسيا إنها تنسحب من الحرب ونفس اللي ألمانيا عملته مع روسيا هتعمله مع باقي دور الحلفاء لإننا ألمانيا شعب الله المختار باقتصادنا القوي وجيشنا الذي لا يقهر ده اللي كانت الحكومة الألمانية بتحاول تقنع بالشعب ونجحت في كده فعلا الشعب الألماني اقتنع تماما إنه على وشك النصر ما كانش يعرف إن الحكومة بتبالغ في بعض الأحيان وبتكذب في أحيان تاني وكل ده بغرض الحصول على دعم الشعب علشان يسهل تجنيده وتعويض المفقدين في الجيش والحصول على دعم مادي منه وبالتالي الجيش الألماني يقوى ويكسب فعلا بمعنى أصح الحكومة والإعلام الألمانيين كانوا بيقامروا بالشعب لحد ما الدعاية الكتابة دي كلها اتقلبت على أصحابها لما وقع الألمان على معاهدة السلام أو بمعنى أصح معاهدة الاستسلام فالشعب كان هيتجنن استسلام؟ استسلامية رجولة انت لسه من كمين كنت بتقول لنا إنك راكب ومدلد اللي رجليك جايت دلوقتي تقول لنا إننا انسحبنا وتهزمنا وبعد التوقيع على معاهدة فرساي ألمانيا دخلت في دوامة من الصراعات والفوضى بسبب العقوبات اللي اتفرضت عليها بحكم معاهدة فرساي سواء تقليص عدد الجيش أو دفع تعودات مهولة للمتضررين أو التخلي عن أجزاء كتيرة من أراضيها وغيره كتير من العقوبات العقوبات اللي هتمنع ألمانيا من إنها هتعمل أي نمو أنت يا ألمانيا هتصرفي كل فلوسك على إرضاء دول الحلفاء ومفيش أي حاجة هتتصرف على الشعب الألماني المسكين يعني مش كفاء إن ألمانيا خرجة من حرب ومهزومة فيها وكمان مش هتعرف تتعافى منها وده كان على عكس طبيعة الشعب الألماني اللي متعود على النمو والإزدهار مهما كانت الظروف ومتعود على إنه يكون الأقوى في أوروبا ألمانيا في فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى كانت أقوى اقتصاد في أوروبا ومن أقوى الجيوش الأوروبية دولة ملكية ديمقراطية محترمة بنسبة أمية وبطالة تكاد تكون منعدمة كانت دايما بتخش في حروب ونزاعات بتضعفها ولكن بعد ما الحروب دي كلها بتخلص كانت بتتعافى بسرعة البرق وترجع أحسن من الأول كمان أهو دحق اللي ما حصلش بعد الحرب العالمية الأولى ألمانيا بسبب معاهدة فرساي لقت نفسها ولأول مرة مش عارفة تتعافى مين السبب في معاهدة فرساي؟ مين السبب في الزل والمهانة اللي احنا فيها؟ هل هم الشيوعين؟ الماركسيين؟ الجمهوريين؟ ودي كانت بيئة خزبة جدا لظهور نظريات المؤامرة واللي منها نظرية الطعن من الظهر أو المعروفة أكتر بالستاب in the back والمقصود بالنظرية دي هو الخيانة اللي بتتهم اليهود على وجه الخصوص أنهم السبب الرئيسي لخسارة الحرب الله طب وشمعنا اليهود؟ هي أي تلكيكة وخلاص؟ بص يا باشر في خلال الحرب العالمية الأولى ألمانيا كانت بتحارب على جبهتين؟ الجبهة الشرقية اللي بتحارب فيها روسيا والجبهة الغربية اللي بتحارب فيها أمريكا وإنجلترا وفرنسا الجبهة الشرقية ألمانيا نجحت فيها نجاح باهر وهزموا الروس وأكبروهم على الانسحاب وسيطروا على ما يقرب من مليون كيلو متر مربع من الأراضي الروسية في حين أن الجبهة الغربية ألمانيا فشلت فيها فشل ذريع والجبهة دي هي اللي جات منها الهزيمة والجبهة الغربية المهزومة كان بيقودها من جنرالات وضباط يهود ده غير أن رجال الأعمال الكبار وأصحاب رؤوس الأموال في ألمانيا ولنسبة كبيرة منهم يهود كانوا ضد فكرة الحرب أصلا وبيحاولوا يوجهوا الرأي العام الألماني بأي طريقة ضد الحرب حتى لو بانسحاب ألمانيا ده بسبب أن البيزنس بتاعهم وتجارتهم وقفة بسبب الحرب بمعنى الصح ألمانيا تنسحد عادي إنما البيزنس بتاعنا يتضرب ده اللي مش عادي أبدا وإحنا كنا شرحنا في حلقة إشمعنا اليهود ليه دايما اللي معهم فلوس في أوروبا هم اليهود فتخيل بقى لما تكون مواطن ألماني يهودي الفلوس عندك أهم من ألمانيا باقي الشعب الألماني هيبصلك إزاي حتى العمال والجنود اللي عملوا أضربات أثناء الحرب واللي أثرت على الجيش الألماني كان نسبة كبيرة منهم يهود برضو كل اللي حكينا ده دعم فكرة إن اليهود هم المزنبين فعلا دايما بعد أي حدث تاريخي بيحصل في أي دولة سواء الحدث ده هزيمة عسكرية أو ثورة مسلحة أو حرب أهلية أو أي حدث من الأحداث الدموية دي الدولة بيتعمل لها إعادة ضبط مصنع وبترجع لليوم اللي تولدت فيه وبيظهر فيها أفكار سياسية محدش سمع عنها قبل كده أو حتى أفكار سياسية كانت مرفوضة قبل الحدث ولكنها ابتدت تتقبل بعد الحدث وبيكون لها داعيمين كمان عندك مثلا مصر بعد هزيمة 67 حصل فيها تغييرات جزرية قدت لنصر 73 أو الأرجنتين بعد هزيمة حرب الفوكلان تم فيها التخلص من الحكم العسكري تماما أو أمريكا بعد الحرب الأهلية أو روسيا بعد الثورة البلشفية وعلى نفس المنوال ألمانيا أو ألمانيا قبل الحرب العالمية الأولى فكرة أعداء اليهود فيها كانت قليلة جدا ومنبوزة لهو نعدي اليهود ليه؟ ولكن بعد خسارة الحرب الفكرة بدأت تظهر على الساحة ودأ المؤمنين بفكرة التخلص من اليهود يزيدوا أكتر وأكتر علشان يتجمعوا مع بعضه ويأسسوا حزب العمال الاشتراكي وزعيمه السياسي الألماني أنتون دراكسلير وزي ما بيحصل في أي دولة في العالم لازم الحكومة تتجسس على كل الأحزاب السياسية فالحكومة الألمانية تقرر أنها تعين ضابط على كل حزب السياسي علشان يتجسس عليه من غير ما الحزب يعرف ويجيب للحكومة أخبار الأحزاب دي أول بأول علشان يتجنبوا شرهم مش يمكن الأحزاب دي بتخطط لانقلاب مثلا أو بتخطط لأي أعمال متطرفة وحزر فزر الحكومة الألمانية اختارت مين علشان يتجسس على حزب العمال الاشتراكي هو بشانبو أودولف هتلر الحكومة الألمانية سابت المئة ألف جندي وظابط اللي موجودين في الجيش الألماني واختارت هتلر بالتحديد علشان يرقي بالحزب ده فهتلر طبعا ساب اللي وراه واللي قدامه ورح يتجسس على اجتماعات الحزب ويسمع بيقوله إيه علشان يكتب تقاريره عن الحزب ويروح يوديها للحكومة وهتلر مع كل جلسة من جلسات الحزب اللي كان بيسمعها كان بيتأثر بالحزب أكتر وكتر لحد ما في الآخر انضم لهم وتم تسريحه من الجيش وفي مصادر تاني بتقول أن هتلر انضم الحزب العمال الاشتراكي من أول اجتماع رح يتجسس عليهم فيه من كتر إعجابه بطريقة تفكيرهم ونواياهم المستقبلية وهما أعجبوا بيه برضو أعجبوا بطريقته في إلقاء الخطب وهتلر كان موهوب في الحتة دي كان خطيب مفوه ويقدر يأثر على أي حد بخطبه وأهم حاجة أن هتلر وحزب العمال الاشتراكي كان فيه بينهم صفات مشتركة وهي كرههم لليهود هتلر أصلا بيكره اليهود من قبل ما يجي ألمانيا من أيام ما كان عايش في النمسا وحزب العمال الالماني هو أصلا حزب متأسس علشان يجمع كل اللي بيكرهوا اليهود مع بعض وفي أقل من سنتين وبالتحديد في يوليو 1921 هتلر كان أصبح رئيس الحزب علشان يقرر أنه يغير اسم الحزب ويصبح الحزب النازي الحزب النازي في بدايته كان حاطت شوية خطط مستقبلية هينفزها لما يوصل للحكم والخطط دي هي هتكل بنود معاهدة فرساي واعمل عكسها تعويضات مش دافعين جيش محدود هنكبره ونزود عدده وتسليحه أراضي خسرناها هنرجعها بالعافية منطقة الراين منزوعة السلاح هنعيد تسليحها غصبا عن عين التخين وهكذا كل ما هو عكس معاهدة فرساي والكلام ده بدأ يجيب مع الألمان من اللي بيكرهوا معاهدة فرساي ومزلولين منها واللي بيكرهوا اليهود بسبب الدعاية ضدهم ومن ساعة طرح نظرية المؤامرة بدأت السابن ذاباك اللي كنا تكلمنا عليها من شوية فأعضاء الحزب النازي أصبحوا في تزايد مستمر وقوة الحزب وشعبيته بدأت تزيد أكتر وأكتر وفي سنة 1922 ييجي المعاد السنوي لدفع تعويضات الحرب العالمية الأولى لدول الحلفاء تنفيذا لمعاهدة فرساي فألمانيا تبص على خزنتها فما تلاقيش فلوس كفاية علشان تدفع التعويضات فتقرر إنها تطبع فلوس فالفلوس تزيد ولكن قيمتها تقل لأن الناس كلها بقى معاها فلوس كتير فمحدش عاوز تاني فيبتدي يحصل تدخم في ألمانيا ويصبح المرك الألماني اللي بتدفع به التعويضات عديم القيمة ومحدش عاوزه بلغة النهاردة يعني ألمانيا تعلن إفلسها وتمتنع عن دفع التعويضات وفرنسا أول ما تسمع الكلام ده تقوم تجاهز جيشها وتخترق الحدود الألمانية بكل سهولة وتحتل منطقة الرور الصناعية الألمانية ما طبعا لأن ألمانيا مش معها جنش يحمل حدود صفعة جديدة على وشك يا شعبي يا ألماني مازلة وانكسار لما نتعرض للاحتلال بالسهولة دي والاحتلال ده سببه أصلا أن إحنا مقدرناش ندفع تعويضات ظالمة يعني ظلم على ظلم وهنا شعبيت الحزب النازي تبدي تزيد أكتر وأكتر لأنه الحزب الوحيد اللي بيوعد بأنه هيوقف معاهدة فرساي كل الأحزاب شغالة هنصلح الاقتصاد وهنبني مصانع وهنحسن الحال باشا أنت عندك معاهدة فرساي بتاكل الأخضر واليابس يعني مهما عملت من إصلاحات اقتصادية معاهدة فرساي هتبلع كل حاجة إحنا مش عاوزين إصلاح اقتصادي إحنا عاوزين إلغاء المعاهدة لو سألتني من أكتر شخصيتين هتلر متأثر بيهم وبتصرفاتهم هقولك أنهم نابليون بونابارد وبينيتو موسوليني ده طبعا من وجهة نظر الشخصية طيب شمعنا الاتنين دول لأن هتلر في بدايته كان بيقلدهم بيقلد الطريقة اللي وصلوا بها للحكم نابليون سنة 1798 أخذ الجيش بتاعه وطلع على مبنى البرلمان الفرنسي واقتحم المبنى وعمل انقلاب عسكري لحد لما أصبح رئيس ده غير إن برضو هتلر قلد نابليون في تكتيكات عسكرية كتير ولكن ده مش موضوعنا وموسوليني برضو أخذ الجيش بتاعه من جنود القمصان السوداء وهدد ملك إيطاليا لحد لما وصل لمنصب رئيس وزراء إيطاليا أهو هتلر تقريبا عمل زيهم وفي سنة 1923 هتلر يقرر إنه يجمع الجناح المسلح من الحزب النازي أو المعروفين بقوات العصفة علشان يعمل انقلاب شبيه بانقلاب نابليون وموسوليني ولكن على عكس نابليون وموسوليني فهتلر يفشل في انقلابه ويتقبض عليه ويتسجن لمدة 8 شهور والانقلاب ده معروف تليخيا بانقلاب قاعة البيرة هو اسمه كده فعلا بير هول بوتش وتخيل إنك تحاول تعمل انقلاب عسكري على النظام وتاخد فيها 8 شهور سجن بس الحياة كانت بسيطة زمان والله يجو يشوفه دلوقتي أي نعم هتلر هو مش مؤسس الحزب في الأساس ولكن الكم سنة اللي قضاهم فيه وخصوصا بعد ما وصل لرئاسة الحزب أصبح من أكتر الشخصيات المؤسرة علشان كده 8 شهور اللي هتلر قضاهم في السجن الحزب كان دخل في حالة من الركود وخصوصا إن بعد الانقلاب تم حظر الحزب من القيام بأي أعمال سياسية وتم حل قوات العصفة وده اللي خلى الحزب يغير اسمه عشان يبقى اسمه الحزب الألماني هو هو نفس الحزب النازي ولكن علشان بس يقدر يتجنب الحزر لهو أنتوا حظريني الحزب النازي يعني احنا ملاش دعوة إحنا الحزب الألماني يا سلام وطبعا علشان الدنيا زمان كانت سادح مداح الفكرة نجحت فعلا وبعد تغيير اسم الحزب قدر إنه هو ما يكونش محظور وده لأنه ما ينفعش يتحذر في الوقت الحالي ليه؟ لأن سنة 1929 هي موعد انتخابات البرلمان الألماني والحزب حاول يوصل للسلطة بالعافية اللي هي الانقلاب ولكنه فشل طبما تجي نجرب نوصل للسلطة بالزوء والزوء هنا المقصود بيه الانتخابات وبالفعل يدخل الحزب النازي أو اللي خلاص بقى اسمه الحزب الألماني لانتخابات مايو سنة 1929 ويحصل على 6.5% من الأصوات مش وحشة بالنسبة لحزب منقلب ومحظور والقائد بتاعه محبوس ولكن في اكتوبر من نفس السنة يصدر قرار بحل البرلمان بسبب بعض الأحداث السياسية اللي أصرت على تصويت الناخبين في الانتخابات وتتعمل انتخابات تاني في ديسمبر واخد بالك أنت من زرعة الأحداث في باية 1920 تتعمل انتخابات البرلمان في اكتوبر من نفس السنة يتحل البرلمان وفي ديسمبر من نفس السنة برضه تتعمل انتخابات جديدة ولكن المرة دي هتلر كان طلع من السجن عبدو موتا رجع تاني يا حارة خطيبنا المفوح اللي بيعرف يدخل عقول وقلوب الناس جه تاني الظهر كده ان انتخابات ديسمبر هتكون لصالح الحزب النازي بدون نقاش ولكن الحزب النازي يحصل على 3% من أصوات الناخبين بس أقل من انتخابات مايو قال له هتلر كان وشه نحسي على الحزب انت ايه اللي طلعك من السجن فهتلر بعد ما طلع من السجن كان عارف ان الحزب بتاعه شغال باسم مستعار اللي هو اسم الحزب الألماني علشان يقدر يتابع مهامه بعد ما تحضر زي ما قلنا من شوية ولكن المشكلة ان الاسم ده مش بيخدم الحزب الحزب الألماني يعني ايه الحزب الألماني ما كل الأحزاب اللي في ألمانيا تعتبر أحزاب ألمانية ما اللي يعني الحزب في ألمانيا هيكون اسمه ايه الحزب الكولا لمبوري وهتلر بنفوزه وسمعته الواسعة يقنع رئيس الوزراء الألماني ساعتها هاينرش هيلد انه يرفع الحزر عن الحزب النازي علشان يرجع تاني لأعماله السياسية بشكل قانوني وباسمه الأصلي ولكن مع شوية تغييرات في نظام الحزب زي مثلا انه هيتخلى تماما عن فكرة الحصول على السلطة بالقوة أو بمعنى أصح هيوعد انه مش هيعمل انقلابات تاني والحزب هيركز أكثر على انه ازاي يوصل بالسلطة بطرق قانونية وديمقراطية سلام اه والله الحزب النازي وعد بكده تخيل ان الكلام ده كله بتاع القانونية وديمقراطية بنقوله على الحزب النازي وهتلر ده السجن بيقدب والله يا قدعان ومن سنة 1925 لسنة 1928 الحزب النازي شهد نهضة لا مسيلة لها بقالوه مقرات فرعية في كل حتة في ألمانيا بيستقبل مئات وآلاف الأعضاء الجداد يوميا من الناس اللي بيسمعون الحزب وعايزين ينضموا ليه وبيعمل اجتماعات ويوزع منشورات على الشعب الألماني وبقالي صحيفة رسمية تتكلم بالسان الحزب علشان ينشف فيها كل أخباره وأفكاره وتكون وسيلة برضو للدعاية للحزب وشعبية هتلر كانت طلعة زي الصاروخ بخطبه الحباسية المليانة كلام عن الوطنية والقومية ومناصرة الجنس الآري وعداء مباشر لمعاهد الذرسي واليهود ديه كانت كل مواضيع هتلر في خطبه في الفترة الزمنية دي وما قبلها الحزب النازي كان دخل فيه مجموعة من الناس اللي هيتكتم اسمهم في التاريخ عندك مثلا هيرمان جورينج وهينريك هيملر ورودولف هس ومارتين بورمان وجوزيف جوبلز وغيرهم كتير من عتولة الحزب النازي لدرجة أن تعداد أعضاء الحزب النازي كان تخطى المئة ألف عضوة وده اللي خلى هتلر يقسم عضوية الحزب إلى درجات وكل ما نشاطك في الحزب يزيد كل ما تزيد درجة أكتر وتصبح أقرب وأقرب للمناصب العليا في الحزب واحد من أهم أعضاء الحزب وأكثرهم تأثيرا كان القائد العسكري إيرنست روم بعد حل الحزب النازي وقوات العصفة بعد الإقلاب الفاشل اللي حكينا عليه من شوية ودخول هتلر للسجن إيرنست روم كان من أكثر الأعضاء النشاطين في الحزب وعمل كل اللي يقدر عليه علشان يعيد بناء قوات العصفة المنحلة أصل ما ينفعش حزب سياسي في توقيت لبش زي ده ما يكونش معاه أهم جناح فيه الجناح المسلح علشان كده زي ما الحزب النازي اتغير اسمه بس فقوات العصفة استغنت برضو عن اسمها علشان تتخفى من المراحقة ويصبح إيرنست روم هو قائد بتاعهم أثناء وجود هتلر في السجن وحتى بعد خروج هتلر من السجن إيرنست روم فضل القائد بتاعهم بصفة واحد من أصدقاء هتلر المقربين واحد من القدامى المؤسسين في الحزب النازي وأكتر شخص هتلر بيثق فيه وخليكم فكرين الجملة دي كويس جداً أكتر واحد هتلر بيثق فيه هو إيرنست روم تمام تمام بعد ثلاث سنين شغل متواصل في الحزب وبالتحديد سنة 1928 ييجي أول اختبار حقيقي للحزب النازي عدى أربع سنين على انتخبات البرلمان اللي فات وده المعاد الرسمي لانتخبات البرلمان الجديدة ووضع الحزب النازي دلوقتي يختلف تماماً عن وضعه من أربع سنين سنة 1928 هتلر كان محبوس والحزب النازي كان محصور وعدد أعضاؤه كان قليل جداً وقوات العاصفة كانت مفككة وسمعة الحزب كانت في الأرض كحزب متطرف ومنقلب إنما في سنة 1928 الوضع اختلف تماماً دلوقتي هتلر من أشهر الشخصيات في ألمانيا والحزب النازي كان وصل عدده ل130 ألف شخص بالإضافة لحوالي 100 ألف شخص من قوات العاصفة المسلحين كل شيء جاهز لاكتياح الانتخابات ولكن تحصل المفاجأة الحزب النازي ما يحصلش إلا على 800 ألف صوت فقط أي ما يعادل 2.6 من أصوات الناخبين وده هيديله 12 مقعد بس في البرلمان 12 مقعد في البرلمان مكون من 491 مقعد يعني ولا حاجة ولكن مش دي الصدمة الكبرى اللي تصدمها أعضاء الحزب النازي الصدمة إن بعد ثلاث سنين كاملين من سنة 1925 إلى 1928 دعاية وإعلام وصرف وإجتماعات وخطب ومنشورات وفي الآخر الأصوات أقل من أصوات سنة 1929 إلا أنا متعبتش فيها ربع التعب اللي تعبته سنة 1928 طب إيه؟ يعني طالما الديمقراطية والصناديق مش نفعين نعمل انقلاب ثاني؟ ولكن لا الحزب النازي هيلتزم بمبادئه وهيرضى بالنتشر مقعد في البرلمان والله ما عارف إزاي بقول الكلام ده على الحزب النازي بس هو أنا مش جايب حاجة من عندي الحزب النازي وهتلر فيلتزموا بالقوانين والديمقراطية ما علينا وفي سنة 1929 يحصل حدث هيغير مجرى التاريخ إلى الأبد بورسة وول ستريت الأمريكية تنهار عشرات البنوك الأمريكية تعلن إفلاسها حركة التجارة العالمية تتوقف تماماً وهو ما يعرف بالكساد العظيم اللي كنا عملنا حلقة عنه قبل كده موجة من الانهيار الاقتصادي تضرب دول العالم كلهم وعلى رأسهم ألمانيا المصانع كلها بتقفل العمال بتتسرح والبطالة ترتفع لنسب مهولة والمجاعة بدأت تظهر وتنتشر وألمانيا معلش يعني غير أي دولة تاني احنا بنعاني من هم اسمه معاهدة فرساي وده هم فوق الهم بتاع الكساد العظيم يعني الانهيار الاقتصادي اللي بيحصل في أي دولة في العالم كوم والانهيار الاقتصادي اللي بيحصل في ألمانيا كوم تاني خالص ومنطقة الرور الصناعية تشهد ومين الحزب اللي واحد من مبادئه هو مقاطعة معاهدة فرساي الحزب النازي اللي استغل الأزمة الاقتصادية لصالحه علشان يقنع الشعب الألماني أن معاهدة فرساي هي السبب الرئيسي للأزمة أي نعم فيه كساد عظيم فعلاً وأنه عامل أزمة في العالم كله ولكن الأزمة دي مستحيل تأثر على ألمانيا وهي أثرت على ألمانيا بسبب التعويضات المكحفة اللي نضيع كل فلوسنا وإرادتنا تخيلوا لو ما كانش فيه تعويضات بتتدفع بسبب معاهدة فرساي ولا كنا تأثرنا بالكساد العظيم لأننا الشعب الألماني شعب الله المختار والألمان اقتنعوا بكده فعلاً هم في الأول ما كانوش مقتنعين طبعاً لأنهم شافوا نتيجة الامتناع عن دفع التعويضات لما ما دفعوش التعويضات فرنسا دخلت احتلت أرضهم سنة 1922 يقوم الحزب النازي المجنون ده عوزنا نمتنع بإرادتنا عن دفع التعويضات لساعتها دول الحلفاء كلهم مش فرنسا بس ممكن يخشوا يحتلوا ألمانيا كلها مش منطقة الرور الصناعية بس ولكن بعد الكساد العظيم الكلام كله تغير شفتوا نتيجة الخضوع لمعاهدة فرساي أو التعويضات اللي انتو بتدفع عنها وخايفين ما تدفعوهاش وإحنا الحزب النازي ضدها خلت حالنا ألعن من حال أي دولة تاني في الأزمة الاقتصادية وتحصل فوضى عارمة في كامل أنحاء ألمانيا فوضى تنتهي بحل البرلمان الألماني اللي هو بتاع سنة 1928 الحزب النازي خد فيها 2.6% من الأصوات وفي سنة 1930 تحصل انتخابات برلمانية جديدة ويترشح فيها الحزب النازي تاني وتحصل المفاجأة المنتظرة الحزب النازي يحصل على 18.3% من أصوات الناخبين وده بيمثل 107 مقعد في البرلمان لم يكن يصبح الحزب النازي هو ثاني أكبر حزب سياسي في البرلمان ويكون ترتيب الأحزاب من حز أغلبية في البرلمان الألماني كالآتي الحزب الأكبر هو الحزب الديمقراطي الوسطي ويقي بعد blasph whiz ph sovereignty ويقى بعد هكذا الحزب اليمنى وبعدهم يقي الحزب الشيوعي اليساري وهما دول أكبر هكذا أحزاب في البرلمان الألماني وليس تكون الأولى بداية الحزب النازي في السيطرة على السلطة ولكن ده مش هيحصل إلا بمساعدة زعيم الحزب هتلر ده اللي إن شاء الله هنتكلم عنه في الحلقة الجاية وبسك يا دي كانت كل حاجة لحلقة النهاردة ياريت لو عندك أي سؤال تسألنا عليه تحت في التعليقات وإن شاء الله أعرف أجاوب عليه في حلقة الأسئلة اللي بنعملها كل شهر وما تنساش تعمل اللايك وتشارك في القناة ولو عجبتك الحلقة دي تشارها مع صحابك وشكرا